انا ولميس وحنا جاينا النهاردة الصبح الجو فيه لطشة ساعة عشان نبقى واضحين كده يعني الجو ابتدى يبارة تعالوا نقول لكم بقى خبراء هيئة الارصات الجواية بقولوا لنا الجو حيكون ايه النهاردة النهاردة بقى حيسود تقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا في الصباح الباكر على اغلب الانحاء يعني وحنا جايين شديد البرودة ده وحنا جايين تعالوا نشوف درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة النهاردة على بعض محافظات الجمهورية وحبتدي بالقاهرة اللي حتكون العظمى فيها 19 أما الصغرى 11 الإسكندرية 19-11 الإسماعيلية 20-11 الغرداء 24-14 المينيا 21-6 شوفوا قد ايه المينيا ساعة بالليل سهاج 21-8 أما أسوان فالعظمى حتكون فيها 23 أما الصغرى 10 طب تعالوا ننتقل لنشوف بعض المدن والعواصم العربية والعالمية حيكون الجو عامل فيها ايه؟ أعتقد أن في الدول العربية أو تحديدا دول الخليج حيكون الجو فيها دافي جدا لأن الرياض حتسجل العظمى فيها النهاردة 26 أما الصغرى 17 أبو الظبي 25-18 تعالوا بقى ننتقل إلى جنوب أوروبا وشمال أوروبا والولايات المتحدة وشمال أسيا حلاقي أن الجو فيها بارد جدا فمثلا حلاقي أنقرة العظمى حتكون فيها 3 أما الصغرى 7 تحت الصف لندن 4-2 واشنطن 9-1 باريس 1-3 تحت الصف بكين العظمى حتكون فيها 3 والصغرى 3 تحت الصف أجواء بردة جدا في هذه المناطق